في ملف خلافي جديد بين اليونان والنظام التركي وخصوصا في مجال العبادات والحريات الدينية قالت وزارة الخارجية اليونانية أن صورا تظهر فرقة موسيقية ترقص على أنغام موسيقى إلكترونية في دير سوميلة المسيحي الأرثذوكسي في تركيا معتبرة أنها إساءة وتدنيسا للمكان الأثري التاريخي بحسب وصفها الخارجية اليونانية طالبت النظام التركي منع تكرار مثل هذه الأفعال دعية إياها إلى احترام المواقع المرشحة لإدراجها على قائمة التراث العالمي لمنظمات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ودير سوميلة الذي تأسس في القرن الرابع الميلادي هو مجمع رهباني مبني على جرف شاهق على منطقات غابات تشرف على البحر الأسود في شرق تركيا وتم تجهده من صفته الدينية الرسمية منذ فترة طويلة بعد تحويله كمتحف تديره وزارة الثقافة التابعة للنظام التركي وتعتبر قضايا الأقليات الدينية عقبة كبيرة بطريق العلاقات التركية اليونانية خاصة بعد تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول وهو كنيسة سابقة إلى مسجد في يوليو تموز 2020 بأمر من رئيس النظام التركي الرجب أردوغان